كابتن حسام حسن فنياً يعني دائماً وأبداً لما كابتن حسام حسن اسمه بيتذكر بيتذكر يتقالك يهي الروح والحماس والجرينتا بسرحاش بياخد باله ان الراجل ده فنياً كمان جامد جداً صحيح فنياً بقى بتشوف كابتن حسام حسن خلينا الأول نتكلم عن الروح والجرينتا ويمكن أنا وجمالكو لنا بنتكلم ان الناس مفكرها ممكن تضر لا هي في بعض الأحيان الاسترس اللي بيعمل المدرب والحماس ده ممكن يأثر بالإجابة على اللعيب يعني مثلاً في فترتهم عن ناد المصري في بداية الناد المصري وتولد كابتن حسام حسن كان كل اللعيبة صغيرة كان كل اللعيبة مغبورة الاسترس اللي كان عامله عليهم ولد ده تاكتكياً دخل الملعب لا إراضياً للعيبة ونفس فكرة كابتن حسام يعني ببساطة جداً كابتن حسام عايز الحداشر بحرس المرمة يعني أنا لعبت مع كابتن حسام لعبنا زمان لبعض في الملعب كابتن برايب طبعاً وتمرنت معاه فانعرف الفكرة أنا بكلمك عنه فكرة بسيط جداً ان هو عايز اكبر عدد من اللعيبة هجومياً يكون دخل 18 خصم في حالة فقدان الكرة لازم الحداشر يكونه تحت الكرة كابتن حسام بيطبق نظرية يمكن الناس بدأت تتكلم عنها دلوقتي لكن هو من زمن الزمن بيعملها ان اول واحد بيفقد الكرة هو اول مدافع للفريق ده في بعض الاحيان ما كانش موجود في مدربين كرة في مصر او ما كانش بتقال كابتن حسام دايماً عايز العيب اللي بتقطع منه الكرة هو لازم تحت الكرة دايماً هتلاقي بلعب 4-3-3-4-2-3-1 دايماً بيميل لها اكتر 4-2-3-1 دايماً هتلاقي موجود في بليميكرا في منتخب مصر بيحرك الفرقة ودايماً لكلنا مفتقدينه منتخب مصر اسم كبير اسم يستاهل ولعبته كمان يعني نتكلم على منتخب مصر وباتكلم على الأسماء كمان أسماء تستاهل اللي انت تهاجم بيه هسألك سؤال بما انك انت لعبت معاه واتدربت معاه كمان يلا تعالي على الكابتن حسام والكابتن إبراهيم يقول لك لا ده اللعيبة اللي بتدرب تحت ايد حسام حسن دي بتعاني في فكرة اللي بعصبي طول الوقت انه بيزعع طول الوقت انه بيهاجم اللعيبة طول الوقت اللعيبة بتبقاش مستحملة الضغوط اللي بيعملها كابتن حسام حسن انت بقى زي بيقول كده شاهد عيان على الكصة دي ايه قول بقى اقول لك موقف قول موقف مؤمن زكريا ربنا نشفيها يا رب يا رب و بنلعب النادي الاهلي و خسرين واحد سفر والله انا ساعتا كنت احتياطي مش اساسي كمان يعني فانا واقف جنبهم مسامة قال له يا مؤمن انا مش عايزك ترجع تدفع في لعيبة نص ملعب بتدفع ليك اثبت هنا و الكرة لما اجيلك حطها ببطن رجلك بس كده و ما تتعصبش والله الكرة اللي بعدها مؤمن عمل اللي قاله الكابتن حسام و جاب جون جاب جونين للمطش ده كمان شوف بتواصل والمطش شغال ندهله كان في حد يوقع راح ندهره على الخط و انا كنت ساعتا بسخر و جاب الكابتن حسام بالصوت فور فسمعت الموقف ده بعدها خلي بالك العمل النفسي مهم جدا لعب الكرة انت ممكن تكون مدرب عالمي و انا و جمال كنا بنتكلم في النقطة دي او جزئية دي و احنا قاعدين قبل نطلع هوا ان انت ممكن تكون مدرب عالمي وبتعمل وحدة تدريبية هيلة بس بتيجي ساعة المطش الامر بتهرب منها بتغايل غلط مش عارف تواصل اللي جواك للعيبة الضغوط اللي بعملها الكابتن حسام بيعملها عشان الروح و عشان الاسرار و عشان المكسب فدايما ده يديك مؤشر حاجة واحدة بس ان رجل ده بحب المكسب فانت عايز تكسب فانت اكيد هتزيد بأكبر مش عافية تفهمتني او لا بس احصل انه علاقته باللعيبة ايه معنويا و نفسيا يعني خلاص فانية وقت النبس وقت الحسارة احنا قلنا كابتن حسام جامد على مصطور الروح والحماس مفيش خلاف علاقته بقى باللعيبة بتبقى عاملة ازاي لا علاقة كويسة جدا علاقة كويسة لو انت هتستحمل الضغوط مش هتستحمل الضغوط تبقش تنفيح تبقى معايا وانت بتكرم على المنتخب مصر فالطبيعة تستحمل اي ضغوط وخصوصا لما يكون قسطورة زي كابتن حسام حسن الضغوط اللي بيحطها على اللعيبة دي لو انت نفسها بالحرف الواحد لا انت هتبقى في حتة تانية خالص لكن مش هتقدر تستحمل الضغوط دي لا مش هتقدر تكمل وده اللي انا عايزه في المنتخب مصر هتقدر تستحمل ضغوط المدرب بتاعك قبل ضغوط الجماهير فدايما هتلاقي الضغوط دي كلها لصالح ان انت عايز تبقى في المقدمة ان انت عايز دايما تكسب ان انت دايما عايز تهاجم عشان كي اقولك هيبقى في زيادة عددية هتحس ان المنتخب مصر فعلا بيهاجم مقدرش اوعدك بكورة تستمتع بيها قوي لان الكوالت بتاع اللعيبة اه كويس لكن الهدف من اللي انا بقوله ان انا دايما في الفترات اللي فاتت دي كلها وكنت بعاني منه ككريم ذكر شخصيا ان كل المدربين حتى فيتوريا في المطشات اللي اديها بيهاجم اول ما جينا في الرسمي جاب جون وبعا كان فضل يدافع والمطشات كلها كان بيدافع قال لما بعمل التغييرة بلعب اتنو الروس حرب لكن النهاردة لما يبقى عندك مدرب ودايما انت على الف ضغط الخصم اللي قدامك في رصة ملعبه ارد ما ان انت قدر تجيب هدف واثنين وثلاثة تب الروح الكتالية والحماس والضغوط اللي انت بتتكلم عنها دي هي دي اللي هتكبر اللعيبة مجرد فقدان الكرة الحداش هربقوا تحت الكرة بالزبط عظيم جيدا